المشكلة يا دكتور ان المحاضرة ما نزلتش فاحنا مش متذكرين قوي. بس موجودة معكم? لا. لا مش موجودة? لا مش موجودة? لا مش موجودة دكتور. طيب عموما هرفعكم دي واحدة الحاجة التانية لو حد موجود معايا الحد او الاتنين معايا برضو في طريقة اعطاها يا فلاشة. امان. طيب اللي عندنا من التكنيكس اللي استخدمناها وكلمنا عنها المرة الفائتة. اه اللي هي ايه او 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 بحس الاتمال او القوة الاتمال. كنت يستعمل رجمش او الاتمالك وتحلوها الاتمالك او البرمينج او الابريسا ثلاث أنواع وقلنا أن كان أفضلهم وبيحصل على أفضل نتيجة عندنا تكنيكس كتيرة وأنا حاولت بقدر الإمكان رفعت لكم ملاحظة للخوارزميات باللغة العربية مش عارف ما أقول لكم ولا لسه باللغة العربية أنا اللي أقول لكم بإيضايا نعم ست بيقطع إنما النتة عندك كويس مجتمعين بقى مجتمعين برضا فمجتمعين فبص عليه برضو بخيس مع المعيدين ورفعته فبص عليه بخيس إن أنت تلم إيه موضوع مادة الخوارزميات عندنا نهاردة التكنيك اللي هنشتغل عليه هو التكنيك في الحقيقة غاية في الأهمية واللي هو برانش برانش من اسمه يبدو إنه يبقى فيه برانش زي الشجرة في أفضل من برانش هتتبعهم وباوند يعني هتتبع البرانش أو اللي همشي فيه بناء على قيمة معينة باوند معين حد إيه معين تعالى كده نراجع مسألة النابساك بروبلم ونشوف المثال اللي هو قدامنا ده بقول لك عندك أربعة ايتمس لكل ايتم ويت ولكل ايتم فاليو أيضا لكل ايتم ويت وفاليو دي مسألة مين النابساك بروبلم ساعة المسألة عندي أو النابساك عندي بعشرة كيلو جروب يا دكتور سكرين واقفة على أول صفحة سكرين واقفة سكرين واقفة وسوط بقطع شوية السكرين واقفة في المندمية أول صفحة أنا ما فيش عندي سكرين أصلا بقى لا ما هو كان فيه حال طيب أطلع وادخل تاني ما شهدو طيب 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 شايفين كده اليسليت؟ ها؟ بس أول صفحة بس نفس الصورة العديمة اللي هي أول سلايد أول سلايد فلاحظنا اتركوا في ديزان اللي عمارتي بالدريس هلين اول سلاح برد بردو عندنا كلنا نفس المشكلة انا طلعت ودخلت مرتين نفس المشكلة بردو طب الحل اطلع اعمل ميتنج اخر ولا ايه النظام يعني ايه دي مشكلة نتا دكتور ايه دي مشكلة نتا دكتور طب مشكلة نتا اعمل ايه يعني اقول لي انا اعمل تصرف اكثر في زيزان ممكن حضرتك النهاردة لو ان شاء الله يعني حضرتك مشي تعالي الباقة بس سنة اللي ايه اعالي الباقة سنة بتاعت حضرتك ايه زيز على طبوة انا شغال من المعهد يا ابني يعني عندك النت قوى جدا ومثل المعهد واحد شغال اني كله بيدخل عليه يعني مش 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 من عنده انا مش شغال من الباقت انا شغال من المعهد بقول لحضرتك انت المعهد المعهد كل في المعهد يفتح منه مش معهد العاشر معهد اخر دكتور دكتور حضرتك كده انت مش شاف حاجة لحظة كده شاف حاجة لأ 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 مش شافين حاجة يا دكتور طيب ممتاز جدا كده ايه الاخبار فيش حاجة برضا لأ لأ ازاي بقى او كده تمام او كده تمام او كده تمام طيب عندنا بنقول طريقة التفرع والحد العلوي اسمها ان انا هتفرع الى اكثر من بناء على قيمة معينة بنسميها الايه الباون اقول جاني الطريقة معناها ان انا هتفرع الى اكثر من بناء على قيمة بنسميها الايه الباون طرق الطريقة يساعد cancelled طعاله نشوف الايه طريقة دي هتست kenntام ازاي او هتصدام ازاي مع حساب القيم والاوزان مع الحساب بالرح راتئو الراتئو وبرتبهم ترتيب تنزو هستخدم شجرة طبعا اللي هي بسميها والتي تعتبر شجرة صنائية يعني ايه شجرة صنائية بيضع منها بس أي تفرع لها يكون صنائي فقط 0 نبدأ من النقطة الجزرية هنشوفها دلوقتي شكلها ازاي من النوت 0 واللي محتوياتها كام يا شباب محتوياتها افتراضية مش موجودة في الجدوة محتويات قاقية ابتدائية او initial value بالاضافة الى ال-up اللي هو بيساوي كام 100 ال-up بتساوي 100 مين هو ال-up اللي هو ال-upper bound اللي هو بناء عليه هتحرق يمينا او يسر طب اتحسب ازاي ال-upper bound ده شباب شايفين المعادلة دي المعادلة اتنين حد يقرأه لي بعد اذنكم ال-up اللي هو بيساوي اسمها ال-up اسمها ال-upper bound اسمها ايه؟ الحد العليو بتساوي ال-v زائد ال-up اللي هي ايه؟ التباسة بتاع الشامطة بتاع نابسك نقص ال-a-w الدابيو الحالية فيه v-i على واحد على كم بقى؟ مش ظهر v-i زائد واحد على؟ المقام مش ظهر يا دكتور ما انا اقول لك اهو على اكتب w-i زائد واحد ماشي؟ w-i زائد واحد ايوة تمام دكتور اوكي؟ كده زائرة ولا مزهرة؟ زائرة تمام زائرة رائع جدا طيب احسب كده يا غالي حط ال-v هنا بكام بزيرو مش احنا اقولنا ال-initial value بزيرو خلاص؟ وال-w-dn بكام بزيرو تبقى ال-w كابيتل ال-w كام بعشرة هنا كده اوكي؟ طب ال-v-i زائد واحد على ال-w-i زائد واحد ان انا هاخد اول قيمة اللي هي كام؟ عشرة تبقى عشرة في عشرة بكام؟ بمية تاني اللي مش فاهم يحاول يكلني ويكلم مش مشكلة بعدها تاني حاضر على عناية لان هي ديان اللي ايه مربط الفرس فاهمتها يمشي حالك سؤال صغير بس عندي هنا ممكن اتنين للأول للسليت اللي قدامك ديان شايفينها؟ ايو اللي هي ايوة تماما ديان اللي هي ال-route vertex الرأس الاولى بيتفرع منها رأسين انا مليش دعوة بالكلام ده انا ليا ان ال-v وال-w دلوقت قيمهم كام؟ زيرو طب ال-u-b ديان اتحسبت منين؟ تعال نرجع تاني للعلاقة اللي قدامنا ديان ال-u-b اللي هو ال-upper bound اتحسبت من التالي قيم الموجودة ال-v وال-v بتسوي كام هنا زيرو وزيرو زيرو زيرو يبقى هنا ما بتسوي زيرو وال-w ديان بتسوي كام؟ زيرو وما لدي اسمها ايه دي ال-ratio اول راشيو موجودة فين في التابل ده اول راشيو موجودة فين اللي هي بتسوي كام؟ عشر اول راشيو كام هنا؟ عشر 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 هنا كما شباب ريشو دي اللي هي الريشو لا يا حبيبي الريشو دي اللي هي اتنين واربعين على السبعة اتناشر على الريشو على الريشوаются وحد نعم اه دي يعني الريشوAY زائد واحد على الريشو اي زائد واحد ذكية كلها دي نسبه الريشيو اللي اتحا 170 اهي تعمل في الخطوة دي. فاهمين او مش فاهمين? تمام. بحس بالرشيو الاول. اربعين على الاربعة في هالكام? عشرة. اربعين على السبعة في هالكام? ستة. خمسة عشرين على الخمسة في هالكام? خمسة. اتناشر على التلاتة في هالكام? اربعة. ماشي? تمام. طيب. اول هنا حسبتها وقمت ايه? جايبي الابر باوند طلعلي بكام بمية. نتنقل هنا كده ونشوف الخطوة اللي بعدها. قلنا الو كابتل دي اللي هي ايه? الو كابتل اللي هي كاباسيتي. كاباسيتي الشنطة. تمام. اللي هي كام بتساوى عشرة هنا. اوكي? تمام. هذا الروتة هي انا. الو وادا البي وحسبت مين? الابر باوند. جميل ولا ما جملش ايه? تمام. تمام. هنا بتفرع فرعين. الفرع الاولاني بقوله يعني انا هاخد الايتم وان معي. ماشي? والفرع التاني اسمه وايتم وان. يعني مش هاخد الايتم الاولاني معي. مفهومة اللي مش مفهومة. لأ معلش هذا تاني. الفرع ده معناه ان انا هعبي الشنطة بالايتم رقم واحد. والفرع دوا معناه ان انا مش هعبي الشنطة بالايتم رقم واحد. وزاوت ووز. تمام. ها وز ووز اول. تمام. طيب تمام جدا. قبل ما هبدأ فيه الخريطة دي او الاتري دي انا هستيزانكم. تنقلولي التابل دوان عندك في ورقة. عشان هنيرجع له. فضالة. نحلو في ورقة يا شباب. كلها? لا دوان بس. بس. بسرعة بس سريع. خلاصة بك. الناس تعمل سكرين شوت دورنا وخلاصة بك. ما قالكش دعمة تفرش على الوحد بس. ممكن معناه موبايل واحد معه ورقة وقلم. سبه واحد. ماشي. هديك ديئتين تنقل. ترجمة نانسي قنقر 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 ممتاز. بعد تمنع حاجات دي. بص عليها بصا كده. البيه. والدابيو والراشيو والايتم زي عندك. خلص. خلصنا من دي. تعال ايه اللي الروس الفيرتكس الاولى. الدابيو والبي واليو الابران باونت عرفنا جبنا ازاي. هاجي بقى اهم للشنطة بتاعتي نفسك بتاعتي بالايتم بقم. واحد اللي هي قيامهم كان بقى اربعة وي. فاليو اربعين ريشيو كام عشر. عشر. عشان تقولت لك انقلهم. الوي كام اربعة. الو كام اربعين. احسب لي احسب لي من. القاعدة دي او المعادلة اللي انا بشاور عليها ديا. احسب لي ايه? احسب لي الابر باونت اللي هو كان المفترج يطلعها لسين. احسبها لي كده بيفهمك لشرقي وشوفها ده اعرف تطلعها الستة وسبعين ولا لأ. فضل. تمام. تماما. احسب. احسب. اول واحدة طلعها ستة وسبعين اشرحانها حتى بزا. يك braces اuchen. أن العدلة ل tangzu. ماذا تماما? ماذا تماما? احسب دي ا Current W في معادلة تلاقي تكفي هنا. كذلك؟ تحسب كعبات الر hello. تامين. الحد يرد على شباب. انا قلت الرشيو. قلت الرشيو يا دك. هي بتسأل بتقول الكابتال دابيوك. صح يا بنتي? ايوها عشر ربعاشر. ده اول ربعاشر. انت بتقول ايه بقى تاني? ايه حد وصلها ستة سبعين? مش دي اللي هي ايتم رقم اتنين? انا بسأل سؤال. حد طلعها سبعين? لا انا طلعتها مية يا دكتور. طلعها عليك. طلعها. مين اللي طلعنا? ايه طلعها مية. طلعها مية. طلعها طيب. شو الله على النبي. شوف كده بعيد. الابر باون. مصر يبدو. نحسب الابر باوند المين? للفيرتكس دي. على هنا البي بتاعاتها بكم? باربعين. دابيو كام? دابيو كام? اربعة. اربعة كام? ستة. ستة. اربعة كام? اربعين. وديا ستة. وديا الفي اي زائد واحد. على دابيو اي زائد واحد. اللي هي الريشو اللي مصر العشرة. اللي هي? اللي هي اهم ستة. هي ستة. اه. مش كده استخدمنا العشرة. في اول فيرتكس اللي هي الروند. صح? هتيجي التاني استخدم الستة هنا. عشان كده قلت لك. هنا ستة. في ستة بكم? ستة وتلاتين. زائد اربعين يديك كام? ستة وستة. لحزة واحدة. لحزة هنا فين? في حساب اللي هي ريشو. اول وعشرة. اللي هي اول نسبة. تاني بقيداني. آآ. تاني آآ. يعني بحسب الايه باخد تاني ايه? تاني ريشو اللي هي الستة. اوكي? لو حد عنده استفتار يتفضل. بتاع الايتم اللي احنا شغلين فيها. الصوت يا وقال لها المايت مسامح حاجة. وقال لي استفتتك شوية. يا دكتور هي الريشو اللي هي حزبة معينة ولا احنا ناخد الريشو بتاعت اللي بعدها? هي تاخد اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها وهكذا. باخر واحدة دكتور. اخر واحدة ريشو بتاعتها تبقى اللي بعدها تبقى ايه? نعم حبيبي. انت مالك انت بقى. خلينا بقى خلينا نمشي واحدة واحدة. احنا بدان اول ريشو اللي هي رقم كام عشرة اخدناها فين? فين? اللي هي هنا. اللي هي زيرو. ماشي? تلاحز هنا ان انت حطيت الاي هنا. زهرة? الاي بكام? حطيت الاي بزيرو. ناشي? حطيت الاي بزيرو. هي حلوة انت. بقى قلت لك انا مش عارفة فيه ميو ايه ايه شو ما مو لا? اه? اه? اوكي? حط هنا يا ابني بصد في البداية في اللي هي رقم زيرو. حط الاي بزيرو. يبقى فيه واحدة على الدابيو. واحد يبقى خط ريشو رقم واحد. ماشي? اه. بعد كده الليفل التاني شايف الليفل? هذا الليفل الايه? التاني. بكام? بكام? هو نفسه برضو. كل ليفل كل ليفل بنسبة واحدة. يعني هنا ستة دي ستة. بس هنا خلي بالك ان الدابيو ناقص الدابيو الكبيرة عشرة ناقص زيرو لان دي زيرو. والفي زيرو. يبقى دي انا هتبقى عشرة بستة بكام بستين. فاهمت ولا ما فاهمتش? كل ليفل من الليفلز بتاع التري الموجودة قدامي هنا باخد الايه بزيرو رقم كام واحد. هنا البي زيرو. بقى الاي بكام بزيرو. بقى فيه واحد على بي. اه على دابيو واحد حتى اول ريشو اللي هي الايه العشرة. فبتعال هنا دي تاني الليفل. اللي هو مين تاني الليفل? ان انا هحط الاي بكام? بستة. ستة. لأ. الاي هنا يا بتاني. الاي بكام? واحد. لا. الاي بواحد فاصبح اي زائد واحد بكام باتنين صح. انما الاي بكام بواحد. بالليفل رقم زيرو. ليفل الواحد واحد. ليفل اتنين. ليفل تلاتة ليفل اربعة. بابدأ باول ليفل بسميه زيرو. عشان كده باشيلي الاي وحط مكانها زيرو. اولاني باشيلي الاي وحط مكانه واحد واحد وهكزا. مفهوم كده ولا نوبح كمان? كده بك. ممتاز جدا جدا جدا. معنى ان انا اخدت الايتم ركز بقى هنا. معنى ان انا اخدت الايتم رقم واحد. يعني انا ضفت للنفسك اللي عندي قيمة الو بتاع الايتم واحد وقيمة الو بتاع الايتم واحد. طب تعال هنا على الايه? على الشمال. ايه? انا بفرع من كل فرتكس وكام فرع ايه? بفرع هنا وحاسب هنا. بفرع هنا وزوت. يعني هنا ما اخدتش مين? ما اخدتش الايتم رقم واحد. بمعنى كده W بتاع الشنطة كام زيرو. والفي بتاع الشنطة كام زيرو. لان ما فيهاش حاجة اصلا. ما فيهاش اي ايتم. بدأت من زيرو زيرو. وانا حسب الابر باوند. الابر باوند بكام بستين. ليه? الفي بزيرو. والدابيو بزيرو. وديب عشرة. وديب ستة. ستة في عشرة بستين. تمام. الخطوة اللي بعد كده هعمل ايه? حسبتي هنا اولا البيهات. الديوهات. الابر باوند والتفصل. هتقارم ما بين الابر باوند ده والابر باوند ده. الابر باوند الكبير هتفرع مني. طب الصغير اكنسله خلاص. اقول تاني. لأ انا مش هامل حسب الابر باوند الكبير هتفرع مني. يعني ايه? دي الابر باوند ده وان كام? عندي عندي وحدة. كام يا ابني اللي انا مش هور عليها دي? الموس متأخر يا دكتور. دي في ستة ستة سبعين. ستة سبعين. طب والتانية دي. ستين. ستين. من اكبر? ستة سبعين. خلاص اتفرع منه. تمام. اتفرع منه. والتانية اكنسل. طيب السؤال هنا او الملحوظة هنا مفيش مقارنة ما بين الابر باوند. وابر باوند في مستوات مختلفة. يعني في المستوى الواحد اقارن ما بين الابر باوند فقط لغير. يعني ما ينفعش ان انا اقارن ما بين ده وده. او ده وده. لا اقارن ما بين المستوى ايه? المستوى واحد. ماشي يا رئيس? انا. تمام. اتفرع. فانا عندي احتمالين. ان انا اخد الايتم اتنين او ما اخدش الايتم اتنين. صح ومصح? انا اخدت الايتم اتنين. اصبح الديو بكام? احداشر. سبعة. الله ينور عليك يا ابني ويفتح عليه. بقى سبعة. هل ينفع? قال غير مسموح بيها. طب خلي بال. خلاص كان سناها عشان لقينا في ابر باوند اربا وقلنا ايه? انتيريور. تو نود ايه? تمام. ايه? يعني انا مش ايه? مش هتعامل معها او مش هاخدها. خلاص? طيب. فرقت من هنا. هذا فرعين. هنا خلاص او هنا مش هاخدها معايا. مش هاخد الايتم رقم اتنين معايا. فهايصبح الديو والفي كما هي. صح ولا مصطح? لان ما اضبتش لها جديد. ما اضبتش جديد. صح? تمام. تمام. وامتي جاي تاني. امتي رايح على الارباوند. امتي حسيبها مرة اخرى ببيانات الجديدة اللي قدامي. بس خلي بالك هنا. النسبة هنا كام بقى? مش ستة. خمسة. النسبة هتبقى كام? انا حسيبها على التاني. النسبة هتبقى هي خمسة اللي هي بعد الايه? بعد الستة. اه اللي هي رحمة ثلاثة. صح ولا مصطح? تمام. لان انا انا ايه دي المكتورة كان كام يابني? واحد. واحد بي اتنين. حطيت ايه? الاي بي اتنين. يبقى في ثلاثة على دابي ثلاثة. فين في ثلاثة على دابي ثلاثة? اهي? اده واحد اتنين ثلاثة اللي هي خمسة. صح? تمام. تمام. الفيب كام عندي هنا? باربعين. ودابيو كبيرة عشرة. ناقص اربعة عشرة. يبقى هنا اربعين وين عشرة. مش صح ولا مصح? لا انا سوري. هنا هتبقى عشرة ناقص اربعة. عشرة ناقص اربعة بكم بستة? ستة في خمسة بالتلاتين. تلاتين واربعين يبديك سابعين. اه مفهومة ولا? عشرة ناقص اربعة. اربعة اللي هي. ستة في خمسة. تلاتين. تلاتين زائد اربعين سابعين. اللي عنده استفسار يقولي. عاليش يا دكتر حسرها غاين عشان صوب يقطع عنا مش نعم يا حبيبي. حسرها تاني معاليش. معالي شوطك يا ابن. انا بيطر هنأكل الايتم كان تلاتة. اه الاي هنعبر عنا باتنين مش بتلاتة. هيبقى اتنين سابعين في كام? تلاتة. تلاتة. ثميتها في كام عندك بخمسة. اه مش ان اخذنا خمسة. دكتور مش هو احنا خلق ايتم خلاص. ما نمتعش ناخدها. مين الاتنين ما ننفعش ناخدها. الاتنين مش الاتنين دي مش معناها ايتم. الاي دي اسمها رقم المستوى اللي عندي ده. ما بين الاي دي مش ايتم. الاي ده ايه? شايف الماوس بالحركة فين? فين يا ابن الماوس? تمام. ده مش ايتم. دي اسمها ايه? اندكس. اندكس المين? دي رقم النسبة المنسبة للجدول اللي قلت لساعدك ان ايه? تمام. طيب انا عندي هنا المستوى هنا كام اتنين. مستوى دي اتنين. اتنين زاد واحد بكام? بتلاتة. يبقى دابيو تلاتة. عندك مقابل النسبة يا رقم تلاتة الجدول اللي انت نقلت وبتساوي كاة. تروض علي يا ابن. لا احنا الاندكس الاتنين. اجابة خطأ. بقول لك قيمة النسبة في الجدول والنسبة التالتة. بتساوي كام? خمسة. ايه اجابة صحيح. لانك عندك اول نسبة عشرة. تاني نسبة ستة. تالت نسبة خمسة. بقى هنا خمسة. وانت عندك عشرة انا ساعة. اهيا بستة ستة في خمسة بتلاتين. والفي عندك بكام باربعين يديك سبعين. ماشي يا رئيس? هاجي هنا. نعم. مزبوط انا. اسلام لحبيب. هاجي هنا انا واقف فين عند البرتكس ديا. طيب فيه في نفس المستوى? لا. لابد ان انا اتفرع من البرتكس اللي انا واقف عندها او الوحيدة في نفس المستوى. اللي هي الابر باوند بتاعها بكام? سبعين. هتفرع مرة بالايتم. هاخد الايتم رقم تلاتة ومش هاخد الايتم رقم تلاتة. لما هاخد الايتم رقم تلاتة الو هتصبح بكام? بتسعة. والفي هتصبح بكام? بخمسة وستين. طب الابر اجي احسيبها من الابر. الفي بخمسة وستين عندي. امان. هنا بتسعة عشر انا استسعى بكام? بواحد. واحد. واحد. في كام النسبة اللي قبل كده? الخمسة بعد الخمسة النسبة? اربعة. اربعة. اربعة في واحد بكام? باربعة. والفي خمسة وستين. خمسة وستين واربعة تعطيني كام? تسعة وستين. اضفتهم. اروح هنا. الو والفي كما هي? لان ما اضفتش الايتم رقم تلاتة. مين اللي هيتغير? الابر باو? اه لا ريشيو زماهية برضو. الريشيو هتبقى اربعة زماهية. المين اللي هيتغير الابر باو? ميشي? طيب يحسب الابر باو؟ بالبيانات الجديدة اللي في الورب تكسيديا? وتعطيك اربعين. عشرة اربعة باستة ابعين اربعين وهنا ستة وهنا اربعة باب اربع وعشرين واردعين يدليك اربعة. كور مابين الابر باو دي هنا والابر باو دي هنا من الكبير التسعة وستين. طيب انا هتفرع من مين? من التسعة وستين. تفرعت ده واحد وهده الايه التاني. وبناء عليها احسب ابر باوند هنا. لأ مش هحسب ابر باوند. ليه? لان ال W تعدت العشر عشر عشر عشر. فهي نوت ايه? نوت فيزاوت. هي تبقى من الحركة الوحيدة اللي هي ديا. بزاوت بتسعة وخمسة وستين. زي ما هم. بس اللي هيتغير من الفاليو اللي عندي. احسبها من هنا. برشيو كان بقى بنسبة قد ايه? بنسبة المستخدمة هنا. قد بقى كان. متوسفش? بعدها. ما فيش حاجة. ما فيش حاجة بعض. اه. 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 دكتور. اه. اه. اوكي? لا انت عندك ال V اهيا. عندك ال W هنا بكام? الدابة بعشرة. ناقص واحد واحد في زيرو بكام بزيرو. هتطلع لكام خمسة وستين. هو دون حد عنده اي استفسار لي الابروتش دول او التكنيك ده. اخر اخر رشيو بيكون zero اه. ها? تمام. حد استفسر? لا يا دكتور. اعاوز خمسة تمام عشان اتنقل على الايه? على التكنيك اللي بعض. تمام. تماما. الاتنين باس. تماما دكتور. تلاتة. تماما دكتور. ارباحة. شغلنا واحد من تمام راتين. تماما دكتور. تماما دكتور. عندنا ايه هو الديفايد ان دو كنكون? اه. تكنيك مهمة جدا جدا جدا. من افضل الامثال اللي اللي تم عليه وانتو استردبته الميرجي صورت ايه هو الميرجي صورت ولكن انا حاول نعم سكرين وافة على الرسمة اللي كانت فيها تفرعات دي اه يا دكتور سكرين وافة يا دكتور شكر سكرين وافة طب لاحظ لاحظة حاضر على هناك شوف اخرت ايه اللي اخبار كنت مستعمل اه تماما دكتور دي فايد عندو كونفور تقاسم مشكلة لعدة مشاكل فرعية من نفس النوع من الناحية المسالية وبحجم المتزاوة يتم حل المشكلات الفرعية وعادة ب بصيغة راجعية وبعد كده ايه اذا لازم الامر يتم دم بحلول المشاكل الفرعية للحصول على حل المشكلات الاصلي يعني ايه كلاما في حد فاكر المرجسور اللي هي تقتيب الاعداء بالطريقة الدم حد دراسة اصلا خدنا مش فاكرين طيب خلينا اعطيكم المسال اسهل من الايه من المرجسورت عشان تكون ايه فاهم الدنيا ماش ازاي divide and conquer اجيب لك مسال اسهل اه قبل ما نروح للمسال الاسهل عندنا هنا الفجر دوا بيقول ان انا عندي بقسم المشكلة الاساسية بتاعتي الى نصين متسويين في الحج بعد كده احل هنا الوحده واحل هنا النص الوحده بعد كده اجمع الايه solution of ايه شكل توضيحي فقط له تعالوا على خوارزمية البحث السنائي خوارزمية البحث السنائي عندي الري وعاوز ابحث عن قيمة معينة في الري ده معايا يا شخص مش معايا معاك يا دول جميل جدا مبدئيا في حد يقول لي ايه الفرق ما بين البحث السنائي والبحث المتسلسل اللي هو سيريال سيرش سيرش طالبة طالبة اسمها ايه الطالبة دي نورهان ايه الفرق ما بين لتنين سيكوينشل انا عندي على كل اندكس زيروا واحد اتنين وهكذا لكن البياناري احنا بنقسم بنشوف بنرتب الاول وبعدين نقسمه نشوف يا نورهان ايه اللي عايز اسمعه منك ان البحث في السيكوينشل سيرش غير مرتب ما لا يشتر ترتيب الاعداد اما في البياناري سيرش بيشتر ترتيب الايه الاعداد دي واحدة حاجة تانية زي ما سعدت قلتي ان انا في سيكوينشل سيرش بحث المتسلسل بفوت على كل خانة من الخنات بالتسلسل واحدة وراء التانية صح؟ اما في البياناري سيرش ارتب الاول الاعداد وبعد كده اقسم الاري دي نصين تمام اقسمه كام نصين منين النصين دي يعني من الخانة التي تتوطت مين الاعداد صح؟ لو هو عدد فردي دي يبقى سهلة لو هو عدد فردي هيبقى سهلة يعني مثلا حضر هيبقى خمسة على يميل وخمسة على الشمال واللي في المنتصف فراقم كام ستة بالذبع رقم كام ستة اما لو انت عندك اللي هو عدد زوجي هيبقى عندك اشكالية عدد زوجي هيبقى عندك ايه اشكالية ايه يلا ان هيبقى في نص مثلا ايه لو هو عشرة هيبقى فينص هنا اربعة وبنص هنا 실제로 مثلا ايه خمسة وهيبقى الايه السادس هنا اللي هو العنصر الخامس هيبقى هو اللي في المنتصر بس مش هقسمهم بنصين متساويين بالزبط يعني المهم تعالى هنا في خوارزمية البحث السنائي عشان استخدم التكنية اللي هو اسمه ان انا هقسم وبعد كده اجمع هاجي هنا ببساطة جديدة احدد مين هو العنصر اللي موجود في المنتصر العنصر الموجود فين في المنتصف من العنصر الموجود في المنتصف اللي هو اسمه tm ماشي يا شباب اللي هو tm طفين العنصر اللي انا ببحث عنه اللي هو k العنصر اللي انا ببحث عنه k خلي بالي الانه براتب الاعداد براتب الاعداد معنى كده ان lance هنا احدد العنصر اللي في النص وبقول له جملة شرطية. هل الكي اقل من العنصر النصر? اه. يبقى روح ابحث في المنتصف اللي هو على شمال. ليه? لان الاعداد مرتبة. يعني كل العناصر دين اقل من العدد. طيب هل الكي اقل من ايه? اه. يبقى روح ابحث فين في النص اللي ايه? اللي على يمين العدد اللي في المنتصف. دي انا ايه? الفكرة. فكرة البيناري سيرش. اولا اسمت مين? اسمت. الاريه الى موصل. وروحت حليت هنا في النصر. ملقتشي. يبقى انتقلت له النصر ده وان ابحث ايه فين. طيب. لما انتقل هنا مسلا مسلا. اعمل نفسي ايه? القسر. اجيبي العدد اللي في المنتصف مرة تانية. واختبره. والله اقل ابحث هنا. طيب اكبر ابحث ايه? على اليمين. معنى كده. ان في كل خطوة من خطوات الفاينال ريسيرش. بحذف نصف الايه? نص اللي معي. نص اللي معي. لو في بالك نصف الايه اللي معي. فدوان بيصرع عملية الايه? بيصرع عملية البحث الموجود. استقزمك بس أطلع الشاحر. اشحن الال. اشتركوا في القناة 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 الى ثلاثة اجزاء مش جزئين بس المهم هشوف منك التسك ده وتحاول بقدر ان كان تشتغل فيه بيدك طالما فاهمت وبعد ما تعمله عاوزك تدخله الري حجمه عشرة. الري حجمه عشرين. الري حجمه تلاتين. انت اوخي بلا. ويه تعمل لي ايه? تحسين للسي بيو طايم. هذا السي بيو طايم. قالك لاحظنا ان الترنري سيرش افضل من مين? من البيناري ايه? سيرش. فيه سورات. يعني المقسم ثلاثة. افضل مقسم ايه? اتنى. اوكي? ده بالنسبة لمن ده? اه الترنري سيرش. في الحقيقة عندنا ايضا مسألة مهمة جدا جدا جدا. او مثال على الديفايد اند كونكور. اللي هو مين ده وان? السؤال بيقول. كان يو ريديوز. احنا عارفين كلنا. ان ضرب مصفوفتين. الكمبليكست بتاعته بتسوي كان? ان كيوب. ان تكعيل. زي ما هو موجود قدامنا. ليه? لانا عندي تلاتة. فور او لوب. فور لوب. متداخلين. يبقى انا عندي ان كيوب على طول. من غير حتى من ايه? ما نحسن. اه ده اهو. قال لك من ايه? ثيتا ان كيوب. دي مش المشكلة. المشكلة هنا. السؤال هنا. المطروح قدامي. هل هناك طريقة اخرى? الكمبليكست بتاعتها اقل من الان كيوب? ام لا? هل هناك طريقة? اه في اسمها ايه? اسمها سترينس. سترينس ماتريكس مالتبليكش. واحد اسمه فولقر. جاء قال لك. انا دلوقتي انا هقسم. اه الماتريسيز. الى جزئين. مش هما دين الماتريسيز اللي عاوزة تنضرب في بعض اكس و واي. طيب انا هقسم له بلوكات. الا بي سي دي اي اف جي اتش. هقسمهم البلوكات ديان. لو دي بتاع اربعة فاربعة. هقسم كل بلوك اتنين في اتنين. اربعة فاربعة يعني بكام بستاشر. يعني ايه ستاشر يعني ده. اربع عناصر اربعة فاربعة بستاشر. وهقولك ازاي يقسمه. وهي منسم. نجد ان حصل ضرب على الصورة التالية. يعني دي بلوك مش عنصر يا شباب. ده بلوك مش عنصر. هنشوف مثال دلوقتي. وقام طلع الناتج ده. فحسبه بالصورة دي. وحسبها بيه الماستر ثيورم لقاها ان كيوب بربو. الله. طب ما ما عملناش حاجة. قال لا ما انا هزبط الدنيا شوية. جاء قالك ايه طيب. الاكس والواي. بتساوي الايه? الكلام ده. من اين الكلام ده شباب? من هنا كده? اي اي زائد بي جي. ام جاي هنا? قالك اهو. اده اي اف ناقص ال ايه ال ايج. او اقبلك. بي. قالك ال بي فايف وي فور وي ناقص بي تو بي اه سيكس. لو انت عوضت بي. الحاجات دي. هنا هتلاقها تطلع نفس مين? نفس العمليات اللي هي دي. اي زائد البي جي. طب ايه الفكرة هنا? قالك بدلا ما هستخدم ثمن عمليات هستخدم سبعة بس. هستخدم سبعة. وانا كده قللت من ان كيوب الى ان اتنين بوينت ايت وانا. طبعا الكلام ده قد يكون فيه صعوبة شوية. ولكن لما تيجي تشوف المثال اولا. هتلاحص الضار بالكس في الواي كده غلي. اكس في الواي. دي ان كان في كام اتنين اربعة اربعة. اربعة فا اربعة. يعني ستاشر. هيجي قسم بلوكات بقى. ده كده بيساوي ايه? اهو. اي بي سي دي. اي اف جي اتش. اهو زي ما هو عاملهم هنا كده يا شباب. طب وبعد كده يا مولانا عمل ايه? تعال نشوف عمل ايه. قال لجاب البي واحد لغاية البي سبعة بالفرضية اللي احنا شفناها قبل كده. وحسب كل واحدة وطلعهم اهما. جميل? وهم حسب بقى اول عنصر هنا بالشكل ده. حط المصفوات هيبقى جامعة. عدد عمليات الجامعة في الحقيقة والطرح هنا اقل من العدد اللي موجود في البداية خاصة في طريقة في البداية لما اسمها. وده معناه ان طريقة هتبقى افضل. طبعا مش هكمل المسال بقى. كل العملية ان هو هيجيب تعويضات ويجيب ده حفاها هنا. ما كان الايه ده كده كده كده. بعد كده هيجيب بي واحد زائد بي اتنين اهو. واحد زائد بي اتنين وهكذا. وهياخد الايه? الماتريسيز دي خلصهم. هيطلع لك الاكس في الصورة عاديا كما لو كنت تضربهم بالطريقة الايه العادية. طب الشاهد فيها ان هو عمل ايه? ان هو قل العمليات الايه. اتضرب ببدل ما هي ان كيوب. فهو قللها شوية لغاتي ايه. فاور. طبعا انا عملت ايزاً ايضاً ايضا ايه? بتاعتها. وضربت مصففتين خمسمية في خمسمية. ومصفوفة كمان مصففتين الف ونص في الف ونص والفين في الف. ليه? ما نعملت المتلاب مثلا او باي حاجة فاولت داتلي مليون في مليون براحة. قولت حاسب بتاعهم بالشكل ده. لقيت واحد واربعين تمانية وتلاتين. آآ الف تمانية واربعين. الفين فالفين كتير بياخد وقت. لما فولكر في الحقيقة قلل من واحد واربعين لاتنين وتلاتين. تلتمية تلاتة وتلاتين تلتمية اثنين وتلاتين. الف تمانية واربعين بتسعمية تلاتة وعشرين. اللي سبب احسبه ازاي يا شباب? التسريع. ده اسم كبير على الايهة الصغيرة. واحد واربعين على اتنين وتلاتين تقريبا واحد والرقم العاشر. ده على ده واحد والرقم العاشر ده على ده واحد واتنين من ايه? اتنين سبعة تلاتة واحد. سبك من الجدول بص للفجر. هتلاقي تي سي بيو طايم. هتلاقي فولكر باللون البرتقاني. وهتلاقي الطريقة التقليدية بالخط المتقطع. معنى كده ان الطريقة التقليدية بتاخد سي بيو طايم اعلى من الايه طريقة مين? وديا طريقة مثالين? اخدناهم على دي بايد اندو كور. ايه اللي هو وعندك فولكر للماتريكس مالتبليكيشن. الحد عنده اي استفسار? بالتوفيق. محتاجين منكم في المعمة الهمة عالية في الامبليمنتيشن. بحيث ان انت تشوف بعنيك الفرق ما بين اه فولكر وما بين الترديشنال ميثود. ما بين التيرناري سيرش ما بين بايناري سيرش ما بين التكنيك. ودي تكنيكس مختلفة في تصميم الخورزمية. ايه? دكتور نبقى. برسالة. برسالة عندي على الايه? على البلسة اللي احنا فيها حالي. حد عنده اي استفسار يا شباب? دكتور نبقى. بس ملف المحاضراتين بس يا دكتور نبقى. على عناي. على عناي. على عناي. وبرضو فكروني اللي مع الواتس بتاعي فكرني. ان انا ارفعه لكم من عرضة بس ايه? ايه اوصل البيت ان شاء الله. اوكي? تماما يا دكتور. يلا بتجاو فيه. اثبتوا حضركم في الجلسة دي يا شبابة. اشتركو في القناة. ترجمة نانسي قنقر